اعزائي المجدين السلام عليكم. رحمة الله وبركاته وندخل في الموضوع على طول. بعد ما بنجي ان احنا بنزبط المواقع بتاع الاكترون الويب سايت. اه احيانا بيبقى في اخطاء يعني مسلا زي هنا في القائمة الحاجة السوداء شريط ده دي اسمها قائمة. انا مسميه قائمة انت ممكن تسميها اي قائمة لان انت ممكن تعمل اكتر من قائمة في الويب سايت بتاعك. ممكن فوق في النص او تحت. المهم وانا بعمل القائمة طبعا كل دي صفحات. انا بحط فيها المنتج بتاع اللي انا عايز ابيع او الخدمة اللي انا هقدمها للجمهور. وممكن انا اغلط واكتب حاجة انا مش عايز مش عايزها تكون موجودة هنا. يعني مسلا انا خلت دي بالعربي عشان انا مش عايزها مع دول. يعني انا غلطت مسلا وكتبتها. او ان انت جيت كتبت الحاجة دي مرتبطة يعني كلمة كتبتها مردين يعني انت الموقع بتاعك العربي كتبت في الكلمات اللي انت عايز تكتبها مسلا تشرتات اه امصان بنطلونات اه جيت هنا في القائم عشان الناس الجمهور وهم بيدوروا تحت البنطلونات او تحت الامصان او تحت يعني ايا كان الامر هنا في القائمة اتكرر معك. طبعا عايزها مساح دي. المهم ندخل في الموضوع وطول. احنا هنا طبعا زي ما احنا متعاودين من اكتب الموقع بعدين اه بعد كده كلمة ادمن بدخل البصور ديوزاني. باجي هنا في حاجة اسمها ادارة او القائم. بدوس على كلمة القائم. انا هفتحها الشريحة تانية بطغط على كليك كيمين. عشان نفتح الصفحة تانية بدل ما انا اقفد. لانا لو دست كليك على طول على القائم. هيلغيل الصفحة يفتح لي الصفحة دي بدل اللي هي الاولى. فانا عشان ما تهش كليك كيمين يفتح معي كده. بازل تحت بلاقي القائمة بتاعتي اللي هي عايز امسح منها الحاجة اللي انا اغلط فيها او الخانة اللي انا عايز امسحها اهي اللي هي دي. هقول له هي بتبقى كده اهو. بعمل كده. بدوس على السهم ده. وبعدين ازالة. وبعدين بقول له حفز. باجي في الموقع بتاعها شايفينها هي دي. بدوس زي ما احنا متعودين بعد اهو كل امر وممكن بعد كزا امر اهو. اتمسح حت. طيب الحاجة التانية اللي احنا نتعلمها النهاردة الترتيب بتاع الصفحات او القائمة. طب ايه الفرق ما بين ان هما كانوا تحت بعض كده مترتبين واني انا جبت دي كده على جنب. بلاحظوا معي تحت ايه ماشي? ندوس حفز. نروح نشوف ايه اللي حصل. هندوس خمسة. لاحظين حصل ايه? فين اختفت من هنا. يعني خليني هنا اهو. هدوس خمسة تاني. اخدت بالكم فين ابوات ميه? مختفية. ليه? نجي هنا عند اضغط عليها تظهر ايه? اخدت بالكم ببقى ده معناه ايه? ان ده اللي انا عملت ده فرعي من ده. ده عنص او حتى هو راح كتب لك عنصر فرعي من مين? يعني لو انا جبت ده كده ده. هيبقى عنصر فرعي من ابرتمنز. ادوس ادوس هنا حفز القائمة. اروح للموقع بتاعي. اف خمسة. وده معناه ان ايه? انت ممكن تقلل هنا في الاوامر لان انت ممكن هنا هتلاقي اه يعني تحت الامر ده ممكن هتلاقي يعني ان انت عايز تعمل كزا امر. وصلت. دي انت هتعرفها بعد كده بعد اه يعني يكون عندك اه مجموعات كتيرة من البيع او خدمات كتيرة هتبيحها ايه? للجمهور. عرفتم الفرق ما بيضو اتنين? اروح تاني هنا ارجحهم زي ما هم كده اروح اقول حفز ارجع تاني الوضع الرجع زي ما هو ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم.